بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم بهذا المصاب الجلل سؤال آخر يطرح أحبتي أنه لماذا أخرج الإمام الحسين النساء معه وهو يعلم أنه سيقتل طبعا هناك الإجابة على هذا السؤال هناك عدة محاور لهذه القضية وإن شاء الله سأستعرضها وأجيب عليها في هذه الحلقات المقبلة نناقش هذا الأمر من جانبين أيها الأحب الجانب الأول أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وليش هذا السؤال؟ يعني الآن نحن حينما نريد أن نقاتل لابد أن تكون النساء محفوظات الأطفال محفوظون كيف أنا أقاتل أخرج معي النساء والأطفال إن شاء الله بهذه الحلقات المتعدلة القابلة إن شاء الله سأجيب على هذه الأسئلة أولا نناقش الموضوع من جانبين الجانب الأول وهو أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل والخطأ فالإمام حينما يخرج النساء أكو حكمة بالموضوع كل أمر أحبتي هذه قضية مهمة جدا ولعل هناك إشكالات تحدث لكن هؤلاء لا يعرفون ذاتيات ملحوا كذلك لا نعرف من هؤلاء وما هي ذاتياتهم المقدسة يا علي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا الله وأنت وما عرفك إلا الله وأنا فنحن لا نعرف أهل البيت أحب فقط نعرف أنهم أئمة معصومون وواجب علينا طاعتهم وكذا لكن إلى أي مستوى هؤلاء وصلوا في الذات الإلهية نحن نفتقر ونجهل ذلك أحبتي فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام معصوم من كل زلل وخطأ فإذا قام المعصوم بأمر لا يمكن لنا أن نعترض خلي نجيب فدمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن أنا حينما أخذ زوجتي وابني الصغير إلى الصحراء أضع مثلا فد عشرين لتر ماء فد كم صفت خبز يمهم وعفهم وخليهم خيم وأرجع ماذا يقول الناس عني؟ يقول الناس عني أني مجنون كيف تذهب بزوجتك بأهلك وبولدك هناك في الصحراء كيف يمكن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج زوجته وولده إلى ذلك المكان؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لكن أكو حكمة من هذا لو ما أكو فالإنسان العادي حينما يقوم بعمل معه يمكن أن يعترض عليه لكن المعصوم لا يجوز أن يعترض عليه كما أنهم اعترضوا قبل إبراهيم على نوح حينما يبنى سفينة في الصحراء الآن واحد يبني سفينة بالصحراء الناس يقول الجسة ويعمل سفينة تبنى في البهر عارة المصانع السفن وين؟ تكون قريبة من البحار بطريقة ما يعني يجعلوها في البحر أما شخص يبني سفينة بالصحراء فقوم كان يمرون به ويستهزئون به لكن أكو حكم من وراء ذلك لو ما أكو حكم عارفوا الحكمة بعد ذلك وذهبوا إلى جهنم ونجا من نجا حينما ركبوا في سفينة نوح فإذا أحبت كذلك الإمام الحسن حينما اضطر مو هو صالح اضطر للصلح اعترض عليه أصحابه يدخل واحد عليه يقول السلام عليك يا مذل المسلمين الإمام بمن يستشهد وهذه قضية جدا مهمة يستشهد بقضية الخضر حينما ذهب معه موسى وخرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار موسى رأى الظاهر مثل ما احنا نشوف الظاهر فاعترض على الخضر قال انك لن تستطيع معي صبره لكن بعد ذلك بيلا بيلا الحكمة من وراء ذلك لذلك اقتنع موسى اذا اكو بعد نظر احنا نشوف الشيء الظاهر نحكم عليه لكن اكو عمق احنا نجهل يا حبتي فالامام الحسين عليه الصلاة والسلام هو امام معصوم لا يمكن ان نعترض عليه نقول له سيدي كيف تخرج النساء ليس من حقنا ولا يجوز لاحد ان يعترض على ابي عبدالله الحسين في اخراجه النساء فهذا من باب انه امام معصوم والاخر من باب انه قائد عسكري محنك هذا ما سنجيب عليه في الحلقة المقبلة ان شاء الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة